اشتركوا في القناة ونور قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني أخواتي في الله نحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعا وإياكم في حديث الفجر في قناة الفجر ومع الموسم السابع بإذن الله عز وجل في أسماء الجمال وصفات الجلال لله جل جلاله ومع اسم الله الحليم سبحانه وتعالى ما أحلمه يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد عوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا سبحانك رب سبحانك ما أعظمك الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا بأمره وبحلمه جل وعلا ولكن إن زالتا لا يمكن لأحد أن يرجعهما إلا بأمره سبحانه وتعالى قال إنه كان حليما غفورا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل حليم حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر سبحان الله العظيم قال الحليم يقول الإمام الغزالي قال الحليم هو الذي يشاهد معصية العصاء ويرى مخالفتهم ثم لا يستفزه الغضب عليهم إنما يحلم بهم قال إن الله ليملي للظالم إن الله يمهل ولا يهمل من حلمه جل وعلا من أجل ذلك قال ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما إذن هذا كله بحلم الله جل وعلا قال من أجل ذلك لابد للإنسان أن يكون عنده علم يقين كم هو حلم الله سبحانه وتعالى الذي يحلم به على عباده على عباده قال والله حليم ولولا حلمه ومغفرته لما رأينا إلا العذاب الشديد والعياذ بالله من شدة ما نفعل من ذنوب ومعاصي ثم قال الله قال في الحديث الكدسي يقول ابو هريرة يشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني ويكذبني وما ينبغي له أن يكذبني قال أما شتمه فيقول إن لي ولد وأما تكذيبه فيقول ليس يعيدني كما بدأني الله أكبر إلا أن الله عز وجل يمهلهم كذلك الحال فإن الله عز وجل يمهل العصاء نعم على ما فعلوا وما صنعوا وما أذنبوا من أجل ذلك انظر إلى رحمة الله عندما يفعل الإنسان المعصية يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال إن صاحب الشمال أي الملك الموجود على جهة الشمال قال ليرفع القلمة ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ فإن ندم واستغفر واستغفر الله منها ألقاها ولا وإلا كتبت واحدة تخيلوا كذي أخوان كروم مجرد إنك تعمل المعصية ينتظر الملك ست ساعات يمهلك الله الله ليمهل للإنسان قال حتى يستغفر ويعود إلى الله ولا تكتب له شيء أما إذا لم يستغفر تكتب له سيئة واحدة بينما إذا عمل حسنة على طول مجرد أنهم بها وفكر فيها على طول تكتب ثم تضاعف إلى عشر أضعاف بالله عليكم هل هناك أحد أحلى من الله لا والله جل جلاله الحليم سبحانه وتعالى قال أيضا سبحان الله يقول في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام ليس أحد أحب إليه المدح من الله الله يحب المدح لأنه العزيز جل جلاله قال يا داود ذكر عبادي بإحساني عليهم فإن النفوس جبلت أن تشكر من أحسن إليها قال ليس أحد أحب إليه المدح من الله ولا أحد أكثر معاذيرا من الله الله عدد بيسامح بيتجاوز يلا مش مشكلة يلا مش مشكلة يلا علّه أن يتوب علّه يستغفر علّه علّه حتى يأتي ساعته سبحانه وتعالى طال أيضا سبحان الله العظيم أنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لي الأشج بن قيس عبد قيس للأشج بن عبد قيس قال إن فيك لخصلتين يحبهم الله تعالى الحلم والأناة يا الله الأناة ترفق رفيق كلامه طيب هادئ رايق بتحمل كل شيء ما شاء الله عليه وصاحبه حلم يتجاوز يسامح وكأن الأمر لم يكن ثم أيضا قال عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب الغني الحليم المتعفف ويبغض البذيء الفاجر السائل الملح يظلم الدين للناس عطيني 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 ربنا يبغضه سبحان الله بينما رب العمين يحب الغني اللي إيش أيضا صاحب الحلم بتجاوز عن الناس بسامح الناس بسبر عليهم فهذا له أجر وثواب عظيم عند الله عز وجل ثم أيضا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتحر الخير يُعطه ومن يتوقّ الشر يوقه كذلك الحال إخواني الكرام القديم يقول لك شو ساوانيك الله خلقني أنا الله خلقني عصبي أنا بتحملش لا يا أخي لا إنت ليست كذلك إنما عود نفسك وهيئ نفسك بذكر الله بالدعاء لله بالاستعانة بالله هو أن الكرام انظر تكلمنا عن أسماء الله والله لو أننا نعيش مع هذه الأسماء ونحيا بها نذكرها دائما عود نفسك أن تذكر أسماء الله بالسمرار عود نفسك أن تمدح الله عز وجل وتتكلم عن الله عز وجل في كل مكان في كل مجلس أقليل قليل كل الناس في أي مجلس جالس فيه قولوا لا إله إلا الله قولوا سبحان الله قولوا سبحان الله تخيل عندما تكلم قولوا سبحان الله تغرس لك غرس في الجنة وكل من قال سبحان الله سيكون في ميزان حسناتك عند الله لا تخجل أخي الكريم أنت مع رب كريم عظيم حليم سبحان الله من أجل ذلك كما قلنا قال على قدر شغلك بالله يشتغل الخلق بك على قدر حبك بالله يحبك الخلق من أجل ذلك عليك أن تكون دائما أبدا مع الله ومن أجل الله وفي الله أخواني الكرام هذه أيام عظيمة لابد لنا في هذه الدروس حقيقة أن نحيي حب الله في قلوبنا أن نحيي معزة الله أن نعلي أن نحيي في قلوبنا عظمة الله جل جلاله الكريم العظيم تعلم وعود نفسك على ذكر الله ظل تقول يا قوي يا عزيز يا جبار يا الله يا كريم يا حليم يا رحيم يا ودود يا غفور يا شفيع يا أول يا آخر يا مبتدئ يا مقدم أنت على كل شيء قدير مجد الله عزل بأسمائه فالله عزل يحب أن تمجده بهذه الأسماء وقل دائما أبدا اللهم اجعلني من الدالين عليك المحببين خلقك بك أخواني الكرام الله يكفينا يكفينا الآن جهلا بأمر ربنا سبحانه وتعالى نحفظ كل شيء نفهم بالسياسة بكل شيء نفهم بالفقه ونفهم بكل أمور الدنيا وأمور العلم لكن كم نفهم أمر القالق جل وعلا كم نفهم كم عظمنا الله في نفوسنا وفي حياتنا كم وكم تكلمنا عن الله كم عرفنا من هو الله سبحانه وتعالى لنسأل أنفسنا بصدق وبصراحة يكفينا ما نحن فيه من هذا الجهل ومن هذا الآن التعتيم ومن هذا الآن البعد عن الله عز وجل والله لن يصلح حالنا ولن يتغير أمورنا إلا إذا أقبلنا على الله وعرفنا من هو الواحد الأحد وعرفنا من هو الله ولنناشر الله ونقول يا رب يا رب أدعو الله وأنت موكن بالإجابة وأنت تثك بكلام الله تثك بأمر الله عز وجل فقل يا رب يا رب إنا ندعوك فأنت الكريم فجد علينا بكرمك وعطفك وجودك يا كريم يا الله يا ربنا يا عالما بحالنا وغنيا عن سؤالنا ألطف بحالنا يا أكرم الأكرمين يا الله اللهم اجعلنا من الدالين عليك المحببين خلقك بك يا رب العالمين وبنبيك محمد عليه الصلاة آتم التسليم يا ربنا يا الله يا ربنا نشهدك على ما في قلوبنا أننا نحبك يا الله فاجعل حبك أحب إلينا من كل شيء يا أكرم الأكرمين يا الله اللهم ارزقنا الحلم والأناء واجعلنا من الحلماء يا رب العالمين يا الله اللهم احلم علينا وارحمنا والطفنا نسألك باسمك الحليم يا حليم يا الله احلم علينا بلطفك وجودك وبغفرتك يا كريم يا الله ارحم جميع أموات المسلمين ارحم آباءنا وأمهاتنا وأعمامنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا يا أكرم الأكرمين يا الله ارحم أخواننا وأخواتنا يا رب العالمين مد لهم في قبورهم مد البصر يا أكرم الأكرمين يا الله يا الله ارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه اغفر لنا وارحمنا واجعلنا من عتقاء رمضان يا رب العالمين يا الله وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى